إذا علمتم أن 26 أس 9X زائد 5 يساوي 1 هي معادلة أسية احسبوا قيمة X التي تحقق المعادلة أوقفوا الفيديو وحاولوا معرفة الإجابة بأنفسكم 26 أس 0 يساوي 1 لأن أي عدد أس 0 يساوي 1 باستثناء 0 أس 0 هذا يعني أن 9X زائد 5 يساوي 0 اطرحوا 5 من طرفي المعادلة 9X يساوي سالب 5 اقسموا الطرفين على 9 X يساوي سالب 5 على 9 انتقلوا إلى المسألة الثانية المعادلة الأسية هي 2 أس 3X زائد 5 يساوي 64 أس X ناقص 7 أوقفوا الفيديو وحاولوا حساب قيمة X التي تحقق المعادلة لا يمكن أن يكون 3X زائد 5 يساوي X ناقص 7 لأن الأساس مختلف X في طرفي المعادلة لديكم 2 أس 3X X زائد 5 في الطرف الأيسر و 64 أس X ناقص 7 في الطرف الأيمن إذن عليكم توحيد الأساس في الطرفين لاحظوا أن 64 من مضاعفات العدد 2 لأن 2 أس 3 ضرب 2 أس 3 يساوي 8 ضرب 8 ويساوي 64 أيضاً 2 أس 6 يساوي 64 تحققوا من ذلك عن طريق ضرب العدد 2 في نفسه 6 مرات تحصلون على 64 8 ضرب 8 يساوي 2 أس 6 ويساوي 64 تصبح المعادلة 2 أس 3X زائد 5 يساوي 2 أس 6 بدلاً من 64 أس X ناقص 7 استخدموا خواص الأسس لتبسيط الطرف الأيمن تذكروا أنه إذا كان هناك قيمة معينة A مرفوعة إلى أس معين B ثم القيمة كلها مرفوعة إلى أس آخر C هذه القيمة تساوي الأساس مرفوعاً إلى حاصل ضرب الأسس أي A أس B C وبالتالي تصبح المعادلة 2 أس 3X زائد 5 يساوي 2 أس 6 ضرب X ناقص 7 أي أس 6X ناقص 42 لأن 6 ضرب 7 يساوي 42 بما أن الأساس في الطرفين موحد 3X زائد 5 يساوي 6X ناقص 42 انقلوا 3X إلى الطرف الأيمن عن طريق طرح 3X من طرفي المعادلة وانقلوا 42 إلى الطرف الأيسر عن طريق جمع 42 إلى طرفي المعادلة تصبح المعادلة اختصروا 3X مع سالب 3X 5 زائد 42 يساوي 47 47 يساوي 3X لأن 6X ناقص 3X يساوي 3X واختصروا 4X مع موجب 42 اقسموا الطرفين على 3 X يساوي 47 على 3 وهكذا أنهيتم حل السؤال ترجمة نانسي قنقر أستنى إليكي رخomes